أهلا بحضر لكم جديد أعتقد أنتم تماما على أحوال بعثة الأهل في النمسا وعلى المباراة الودية اللي الأهل بيختتم بها مع أسكره بكرة ساعة ستة مسام بتوقيت القاهرة إن شاء الله ثم عودة البعثة بعد غد إن شاء الله يوم الأربع للقاهرة ويوصل الفريق بعد كده الاستعداد لمباراة اتحاد العاصمة ده كانت الإطلالة الخبرية على المعسكر في النمسا وتبقى ضربة البدائية مقالي ومقاله لحظة من فضلك لحظة من فضلك لأن الحقيقة ربطة الأندية المحترفة أعلنت أباش مهندس على نتيجة الاستفتاء الشعبي الجماهيري على اختيار مدرب الموسم وتشكيل الأمثل لهذا الموسم الكروي اللي انتهى بتتويج الأهل بطلا للدوري وبطلا لدوري أبطال أفريقيا وحاز على خمس بطولات هنا الناس كتيرا شغلت بجزئية التصويت الكاسح من قبل جماهير الأهلي كما يبدو في كل خانة تم طرحها للاستفتاء ينزل مين حارس المرمى يكسب الشناوي ينزل مين باكرايت يكسب هاني لدرجة أنهم في مرحلة جومية يتكلموا في السردباكات هم مبدئيا في الرابطة بيحطوا أربع عناصر أو خمسة يتم الاستفتاء عليهم أو الاختيار منهم وبرضو ما تعرفش مين اللي اختاروا على أي أساس إلى درجة أنهم في البداية استبعدوا لعبة الأهلي ما حطوش محمد عبد منعم لما لقوا أحسن باك شمال علي معلول أحسن باك يمين هاني أحسن حارس مرمى الشناوي قال لك لا نحط استردباكات ما فهمش لعبة الأهلي فوعوا في خطأ فادح جدا يخص الحمد عبد منعم استردباك الأفضل دلوقت والأساسي في المنتخب فرجعوا راح عاملين باقة تانية وحطوه ضمن مجموعة تانية علشان يداروا بيها اللي حصل يعني ياسر كاسي برضو في الصفتاء يعني في اختياء طب قل للتشكيل طيب خلينا أقول لكم الأول ميستر مارسل كولر خد مدرب العام مدرب الموسم كان بيتنفس معاه وهم قالوا أن المارشال مارسل كولر هو أفضل مدير فني في الدوري باختيارات جماهير ربطة الأندية المحترفة على جميع المنصات تنفس مع كولر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني البيرامدز علي ماهر اللي كان بيدرب في يوتشر وانتقل الموسم الجديد للمصري الصير بزوران مانولوفيتش اللي كان بيدرب الموسم المنقضي فريق الاتحاد السكندري إذن مارسل كولر مدرب الموسم التشكيل الأمثل في الموسم ضم محمد الشناو في حراسة المرمة محمد هاني أفضل باك يمين وعالم علول أفضل باك شمال محمد عبد المنعم وحسام عبد المييد من الزمالك في الرباع الدفاعي سلاسي خط الوسط مروان عطية ومحمد مجد أفشا ومحمد رضا بوبو لعب في يوتشر في الموسم اللي فات واللي انتقل إلى بيرامدز في خط الهجوم حسين الشحات ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو ونجم الزمالك هنا الاختيارات كانت واضحة جداً أنه اختاروا زيزو في الجناح اليمين ونقلوا الشحات في الجناح الشمال وطبعاً كانت الغريبة جداً أنه مفردات التصويت في الجناح اليمين لحطوا فيها لابيرستاو الدولي الجنوب أفريقي ولا حطوا حسين الشحات اللي ده مركزه الأساسي وبالتالي حطوا حسين الشحات في الشمال فما حطوش لعبد القادر وبرضو حتى في رأس الحربة ما حطوش كمان كهرباء ولا حطوا حمد فاتح هو عشان يفضي يفضي أماكن ما حيحط لك بيرستاو وزيزو تفتكر الاستفتاء كان حيوصل ليه منافسة قوية ربما لكن احتمال كبير أنه يبقى بيرستاو أو حسين الشحات يعني أنت فاهمت زي هو بيوسع هنا يا جماعة أنا ليه بقول لكم لحظة من فضلك هو إيه دلالة الاستفتاء دا لو بسط لها على الشعبية الكاسحة لجماهير الأهل المؤسرة فها بالفعل منصات الأهل الإعلامية تصنف دوليا والأهل بين أكبر أنديت العالم في المتابعة عبر السوشيال ميديا أنت عايز تقول لي أن الأهل ولو بسط لها للجدارة الشعبية الكاسحة للأهل دي طيب الكلام الفارغ دا لو جينا وقفنا عند الدلالة الأولى طيب وانتوا شايفين المقياس العلمي العاملي قدام عينيكم لسه الناس بتقاوح في حجم الشعبية وأسباب الرعاية وليه دا بياخد أكتر وليه دا ما بياخد شيء وانتوا عندكم في كل مناسبة لأي قياس علمي لحجم الشعبية الدنيا بتظهر بوضوح جدا بين 11 لعب في الملعب تمانية أهلي يعني إيه النسبة التانية تمانية أهلي وما رشعتش اتنين كانوا ممكن يبقوا في التشميع وأبعدت التانيين أنت اللي أقصدهم من المنافسة فإذن لو هي ديت هتبصلها من منظور حجم الشعبية فأعتقد دا مقياس علمي وعملي يسكت أي حد طيب لو بسطلها للجدارة شي طبيعي جدا أنه أي حد موضوعي هيختار مارسل كولر أفضل مدرب مدرب فاز بخمس بطولات يعد الأفضل في أفريقيا مش في مصر فقط في الموسم دا تمانية اللعيبة ما هو اللعيبة دي اللي حققت كل هذه البطولات اللي عملت خمس بطولات في الموسم اللي عملت علامة كاملة اللي عملت أرخام قياسية اللي عملت أعلى نسب فوز متتالي عملت حاجات كتيرة قوي في التفاصيل فالجدارة الفنية موجودة الاستحقاق الكامل موجود دلالة الشعبية والاكتساح موجود دلالة الشعبية والاكتساح موجودة دلالة الشعبية والاكتساح موجودة